السلام عليكم ما رأيناه قبل كل شيء كل عام والشعب السعودي بكار نهارناكم من ناسمة العيل الوطني السياسة الشيء والشعب أخوتنا ومن نوم فينا شيء آخر والبلد شيء آخر نسأل الله ناديم عليكم الأمن والأمان ونسأل الله ناديم علي الشعب اليمني الصمود والثبات حتى يديم عليه الأمن والأمان إن شاء الله رب العالمين الشعب والشيء والسياسة الشيء خلافنا خلاف سياسي ونسأل الله يعني أن يصلح الحال ويصلح البلد والعباد هذا أولا ثاني شيء ما رأينا وراء العالم وراء في مواقع التواصل الاجتماعي من مهزلة ومن قلة أدب ومن وقاحة من بعض الشباب السعوديين شيء دال هالجبين والله ما سمعنا بهذا الاشياء والتحرشات والاقتصابات الجماعية ما بشي اقتصابات التحرشات الجماعية إلا عندما نقرأ عن تاريخ الحرب العالم الأولى الحرب العالم الثانية عندما اشتاح الجيش الياباني الصين عندما اشتاح الجيش الأحمر الروسي السوفيتي بيرلين عندما دخل النازيون لموسكو عندما دخل النازيين لهولندا عندما دخل النازيين لفرنسا حصلت أعمال كهذا أما في الوقت الحالي ما عدا أحد نسمع ومنادر ما نسمع بجرائم اقتصابات أما جرائم تحر الجماعي ألف واحد يلحقوا امرأة واحدة فهذه ما حصلت إلا في عيد الوطني السعودي أنت تسمع على تحرش تسمع على اغتصاب لا قدر الله ونسأل الله سلامه تسأل على مغازلة تسأل على ترقيم هذا تدي سنابها هذا تدي اسمها هذا ترقيم هذا يسمعها دائما شباب المرحقين لكن أن ترى بأم عينك ألف ألفين شخص كالسيل الجارف كلهم يجروا جرأ الضميان على شأن يمسكوا واحدة يتحرشوا فيها فهذه ما حصلت ولن تحصل إلا هناك يعني لما تخيل أنت لموقف يعني معقولة كل هذه الشباب نفس العقلية وين تربوا معقولة هذا لا شباب بلاد الحرمين معقولة هذا لا سعوديين الشريحة السعودية الشريحة كبيرة من الشرفاء والكرماء هؤلاء لا يمثلون إلا همهم همهم السفلة والسقب هل تقولوا شيء من ثلاش خارجة ما الحق هذا كل يتحتفل يوم مطني حرم عليها ترجع تلم والبنساش خارجة دي هي قيلة أدب وبن الشارع عد تطلب لها طلب ولا تقازل واحد وراح تيجي أي فندق ما بتخرج شي بين عشرة ألف وواحد ديش تيقل الأدب عيقل الأدب حتى داخل حرم داخل مكة داخل كعبة ديش تيقل الأدب حتى داخل مكة والله لو تحطها داخل بيضة داخل بيضة رأي تسيفها وديش تيجي تتقل الأدبها والله تطرطر والله لو أبوها نايم فوق لا تخرج مساكتها ديش تشي تطرطر ما تقدر تمسكه لا بنيها ولا ولد وديش تقل الأدبها وتطرطر وتسيفها وتتمل عنه عالتعمالها هي بالبيت ولا وحدها وكانت فرصة لا تلومش البنات يعني فيما لا مع البنات فيما لا مع الشباب ما كانت وحدها دا يعني بين الكل ما بش مثلا مجموعة من الفتيات مجموعة من النساء مجموعة من البنات هذه يعني تدري تلومها اما تقول ليش خرجتي فهذا ليس مبرر ولا تقول لي طالما خريت فيه راضيها لا لو كانت رادي وتريد هذا العمل كان فرصتها الناس كلها بشارعي وحدها بالبيت تحري جماعي ما رأيناه ولا سمعناه الا في الحرب العالم الأولى والثانية معقولة ما بش يعني الناس يقولهم لا يعني لا وين لا وين الف واحد اللي يجروا وراه واحدة يتحرشوا فيها كسروا سيارات وازجاجات على كنا يمسكون لا يجروا جريل وحوش لا داخل السيارة انا انا والله مكبوت معقول هذا شباب الحرمين هذا الشباب ذي المدين هذا الشعب المدين هذا البلاد الحرمين هيئة الترفي اش صلحت فيهم ما حد داري هل امنوا العقابة في ساول العمل الله اعلم ليش ما بش قوانين تجرم هذا الشيء الله اعلم وانتو عارفين في السعودية ما يطر طائر ولا يسر ساير ولا ينعق ناعق ولا يلعق لاعق ولا يكتب كاتب الا والحكومة منطلع على كل شيء والحكومة في السعودية هي الوحيدة بعد كوريا الشمالية ليتحاسبك على انفاسك انقضيتها فهل معقولة ان هذا الشباب يعني هل معقولة ان فيه قوانين وانهم خالف القوانين لا يمكن على ما سمع ومرها خليك من القوانين اين المرؤة اين الانسانية اين الخوف من الله اين العيب انت عارف ايش معناها انك تلحق الفين ثلاثة الف شخص يلحق وورا بنت وحدك يعني معناتها الى وين المجتمع رائع كيف عادك تأمن انك تطلع بنتك كيف عادك تأمن انك تطلع زوجتك تطلع اختك تطلع امك لا اي مكان يعني الان وهذا والقوانين هذا كلها وصميل والسيف حكم السيف كيف لو اتيحت للفرصة وما بش قوانين ايش كان يعمل في المانيا في الحرب العالمية الثانية عندما سقطت برلين ايام النزوح ايام النزوح الجماعي من برلين كان بقطار قطار جاي وانك مرتصين على يعني محطة القطار منتظرين القطار لما يصل فاراد واحد ان يسبق يسبق يدخل الول وضعت يده امرأة وضعت يدها على صدر الوقت ترجع خسرنا الحرب نعم لكن لا نخسر اخلاقنا فلو انت بدعت بهذا الشي سيلحق لكل وراك يمسك النظام قالت لك خسرنا الحرب لكن لا نخسر اخلاقنا طيب انت احتلو ما بش قوانين وين اخلاق اين الاخلاق عين الكرامة عين النخوة الم تنظر الى هذا المنت انها بنت بلدك الم يعني يطرح في رأسك ان هذا قد يكون احد يعمل باهلك نفس الشي في الشيء في الشيء في الشيء الثاني اختك مرتك بنت عمك خالتك عمتك كلما عملتها السعودية وانفقت عليه مئات الملايين لهي اتى الترفي وللفنانين والممثلين والمصوري اللي يأتوا الى المملكة هذا السنة مئات الملايين من الريال ومن الدولارات انفقوها من ايه تحسن سورة المملكة اتى العيد الوطني هذا نسفت كل الاموال وكل الدعاية التي عملتها والله الذي لا اله لو اني منصدم لا اكاد اصدق ما اسمعه لو كان فيه اشياء ركس منترقصين شباب يعني كنفرالات احتفالات مسرحيات شي طبيعي ركس شباب شي طبيعي لكن ان يجري ثلاثة اربعة الف شخص ورى واحدة هذا يهزل هذا وهذا ياخذ العباية وهذا يمسك رأسها وهذا يمسك جسمها وهذا يضمها وهذا يحضن وهذا يسوي شي قريب والله العظيم ما اهدنا في اي دولة عربية والله ما والله اني مصدوم فحلنا هذا اللي في سعودية هاولة في بلد الحرامين الشريفين هذه بلد الحرامين الشريفين وفيها قانون بالسيف كيف لو ما بيش اش كيف رأي يزل مع القول وصلنا لهذا الحد طيب كيف ستأمن السائحة انها تأتي الى بلدك كيف سيأمن رجل الاعمال انه يجي بناته ويدرسهم عندك يذكر رجل اعمال كيف ستأمن سيدة الاعمال انها تجي لها عندك هي وبناته ويدرسهم عندك وتشتغل كيف سأمن على نفسي انا على سبيل انا لا اتي كسائحة للسعودية ومعي اسرتي طالما شفتنا ثلاثة اربعة الف واحد يجروا وراء واحدة هذا يمسك جسمها وهذا يخلصها وهذا يشط العبائن فوقها شيء مخيف شيء مرعب حتى لو ما في القوانين حتى لو ما في الشرطة انت من تهمي هذا المرأة المرأة كالوطن المرأة كالوطن من اللي يدافع عنها فهو خائن فخائن العرض وخائن الارض واحد لا فرق بينهما كلهما ديفة من لم يقال على بنت بلده وعلى بنت عمه وعلى بنت ربعة وعلى بنت جاره فهو ديوث لا يمت لا للرجول بأي صلة عندنا باليمن خطة احمر خطة احمر متى اخر مرة سمعته جرائم يا اقتصاب الله تحرج باليمن عندنا الثار موجود عندنا القتل موجود في كل بيت في كل قرية وفي كل حراء موجود لكن متى اخر مرة سمعته عن عملية اقتصاب باليمن الشي هذا اكسم بالله لو واحد بس يمد يده على امرأة اكسم بالله يكون اخر يوم بعمره والله ما يمس رجل امرأة فاليمن بالماء اللي هو مسه بالدم انا اقول في رجال سعودين كثر في اهل غيرة واهل النخوة لكن هؤلاء اساؤل المملكة لم يسمح حتى للشرفة ان يمثلوا الشعب السعودي احتفل في صوش الميديا لو في قوانين رادعة تردع هؤلاء والله لم والله مستحيل ان يقوموا باي عمل طالما فينك قوانين تردع يعني انت ما ما تجهل في تويتر حتى تعبى اللايك مثل الواحد قطري ولا الواحد ولا حتى تدعي الى امر قطر سلمان عودها قال اللهم أقلب بين قلوبهم لحد الآن بالسجن وربما يحكم على بالعدام مجرد قال اللهم أقلب بين قلوبهم وفعلا ألف الله بين قلوبهم واشتمع حمد الشيخ خميم مع محمد بن سلمان ألف الله قلوبهم طيب ليش عادوا في السجن ما حد داري يعني انت لا تجر على عمل حتى لايك او حتى ان تدعي دعاء يخالف الحكومة فكيف تقوم بهذا العمل وانت تعرف انه اذا كانت الدول فعلا يعني ترى فيه مشكلة كبيرة وكارثة وتحاسب عليه هذا مش ترفيه والله ما هو ترفيه انت والان تنبلون انت والان خوفتوا العالم منكم خوفتوا العالم من بلدكم خوفتوا العالم من شعبكم اذا كان هذا بنت بلدك وبنت ناس وبنت معروفة ومنك وفيك وتعرف قبيلتها وتعرف اصلها وسعودية وتعمل هذا البلاء والمصائب والتحرش هذا اللي جي معي فيها كيف سيأتي سائح على بلدك مع بنته او لعزو يشترك برغم ان هذا الاشياء عند الاجانب خط حمر خط حمر لو ما قد عملت تحرش واحدة فكيف ثلاثة الف واحد الها قبرة واحدة كيف لو في عدة بنات كيف لو مسكوا هذا البلاء كيف لو مسكوا هن انا والله استحي استحي ان انا اضع لكم بعض الفيديوهات احترام للشعب السعودي واحترام للسعودي انا امنت بالله سبحانه وتعالى يعني اشياء تشيب لها شعر الولدان والله تشيب لها شعر الولدان والله من احترام للشعب السعودي وللنساء السعوديات وللشرفاء السعودية استحي ان انا ارويكم الفيديوهات التي رأيتها أكسم بالله أشيات هد لها الكيانات يعني تفور لها دماء الرجال أسأل الله أن يستر علينا وعلى نسائنا وعلى بناتنا والله المستعان على ما تفعلون وعلى ما تصفون وحسب الله نعمل وكيون يتمنى أن تحاسب من الحكومة إذا كانت في علاقية راضية عن هذا الشيء أن تحاسب حساباً عسيرة غير يسيرة وأن يكونوا عبره بعضها لغيرهم حتى لا يأتي العام المقبل وهناك اقتصابات جماعية ولا يستحرشها الجماعية سلام